كيف استطعتنا أن تخففنا من هذه الأزمة، من هذه المعاناة؟ لماذا لا يكون صوتكنا أكثر مضوحاً ومرتفعاً أمام مثل هذه المعاناة؟ عندما نتحدث عن إشكالية كبيرة اليوم، نحن عبث ياري كبير، أين صوت المرأة؟ الحقيقة أنه الآن عندما نقول أين صوت المرأة؟ بإمكاني أن أقول وأين صوت الرجل؟ أعتقد أن هذا الوطن دولة دون مؤسسات، دون استقرار كما قال أستاذنا أن هناك كثير من المعمونات وهناك ميزانية الدولة ليست بالطريقة الصحيحة تصرف أو توزع ولا حتى موارد الدولة تأتي إلى الطرق صحيحة اقتصادياً ونحن نعاني أو أتكلم عن معاناة تعاني منها المرأة والرقل الموظف والموظفة والمعلم والمعلمة كافة أبناء الشعب اليمني عدم وجود الرواتب، عدم وجود حالة تحت خط الفقر الآن إذا قلتم أن المرتب لا يتقاوز مئة دولار في حين أن القوى الشرائية للمستلزمات الحياتية البسيطة والعادية لأي أسرة يمنية تقاوزت ربما 300 أو إلى 600% من هذا الراتب معنى ذلك أن هناك معاناة تفوق التخيل، تفوق الواقع، تفوق حتى القدرة على أن يتحدث أي شخص عن معاناة اليمني أو اليمنية في هذا البلد نحن ماذا نقول؟ بالنسبة لنا أولا أصحح للمفهوم لسنا في محل قرار، القرار الأول والأخير هي للدولة الدولة التي تعتبر سواء في مكاتبها التنفيذية أو القيادية الرئاسية وكما هو واضح أنه لا يوجد هناك استقرار للدولة ولا القيام بأعمالها ناتج الكلام نحن كنساء نعمل مثل أخينا الرجل سواء كنا سياسيات أو كنا موظفات أو كنا صاحبة رؤى أو ما إلى ذلك نضع بصمات معينة ونقول كما يقول الآخرين أنه لابد من وقف الحرب وإعادة مفاصل الدولة واستقرار الدولة ورسم استراتيجيات وأيضا أن تعود المال إلى ووقف الفساد ووقف الفساد وأيضا أن تعود الإرادات إلى منابعها الأصلية والأستاذ أخي هنا يفهم ذلك جيدا لأنه اقتصادي أنا سياسية ربما وقانونية فتحدث عن مأساة لا بد أن تعود إلى الطريق المستقيم كما يقال لها وعندها بإمكاننا أن نعمل الكثير لكن حقيقة في نقطة مهمة جدا ذكرها الأستاذ عبد السلام وهي المنظمات المتواجدة في اليمن سواء كانت على مستوى مدني أو على مستوى مالي اقتصادي أو على مستوى الهبات التي تعطى لليمن أو على مستوى المساعدات الغذائية أو على مستوى المنظمات التي تدعم اليمن في جوانب التغذية أو جوانب الإنسانية أو ما إلى ذلك حقيقة الأمر فيها فوضاء كبيرة وهناك تقارير كثيرة صدرت عن ذلك ويرجع لعدم العقاب وعدم المسؤولية والمساءلة